السلام عليكم وأهلا بكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كامل مانين وبخير وعلى خير وقبل ما نبدأوا نشوفوا الوصفة اليوم نصلوا كاملة للنبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وصفتنا اليوم هي وصفة كروكي روخامي البنة دياله وشو نقولكم يعني مخالفة بزف بزف يجي بنين بدوق الشوكولات والفانيليا طريقة سهلة المقادير بسيطة والنتيجة كي ما شفتوا يعني نضرة شباح وهمة وبنة عندي هنا أربعة حبيبات ولاد الجاج نديرهم في أنغي سيبيون في وعاء وندير معهم قريصة تعل الملح دوك شوفوا معايا هنا أربعة حبيبات ولاد الجاج هذه القرصة تعل الملح ودوك ندير زوج مغارف صغر تعل عفاني هنا عندي كاس تعل سكر أي كاس عندكم أنا الكاس ديالي يرفض ميتين ميليليتر شوفوا هنا نخلط غير هكذا بالفوي ودور كاتيك يعني ما دابينا حتى نيدو بالسكر تقدروا تستعملوا الباطوغ بي نسيق لكن الباطوغ ماش ضروري ونبدأ نخلط ونزيد في كاس نفس الكاس لكي يلتبه أي كاس تعلق هوا وحليب دوك نرحول الفارينا هنا عندي الكاس اللي ولاني تعل الفارينا در تماهز زوج باكية تعل خميرة كيميائية نزيد نخلط هكذا بالفوي ودوك نزيد الكاس تاني تعل الفارينا نخلطهم ممليح حتى نشوف الفارينا مولا جتبان ونقسم الخاليط ديالي على اثنين نقسم الخاليط ديالي على اثنين باش واحد نكملو يعني يعد قو تعماني والاخر قو شوكولا فالا هاهو لك دوك هنا نصف هاداك نديلو كاس تعل فارينا هنا نحيط الفوي باش دوك جالوقت لنخدم بيديها باش هكا نمس العجينة ونشوف يعني القوام ديلها القوام يزم يكون طري لكن متماسك شوفو هنا هاداك الكاس تالت راني نديرو فالنصف تعل العجين وندخل العجينة بالعقل دوك هنا كي ما راكو تشوفو هادا الخاليط التاني درت فيه مغرفة تحليب موجفف وزوج مغرفة تعل كاكاو مدى بينا الكاكاو يكون كاكاو يعني المليح اللي يعطينا لون شباب وبنة يعني ما نديروش هاداك الكاكاو كاين واحد الكاكاو يجي اللون ديالو غامق بزاف ويجي الدوق ديالو مش يملح هنا كي ما كو تشوفو العجينة تعالفاني وجدا العجينة تعالك الكاكاو ووجدا دوك نبدأ ندير يعني في الشكل أنا هنا كوم الكمية تعطينا بودان كبير دورتو بطريقة لك وشفتوها معايا وقسمتو على زوج وحد ونبدأ يعني القسم الثاني نبدأ نقسم فيه بهذه الطريقة نبدأ نلوي بيش نتحصل على هاداك الشكل اللي الرخامي شوفو هنا العجينة كشاني نلوي فيها شوفو كيفاش مكاش ما اسهل حتى انتو ما تتحصلوا على الشكل اللي راكو حابينو أنا حبيتو هاكدا شوفو هاهو ليك هاهي ليك درت لدو بودان بنفس الطريقة وحطيتو في سنيوة هنا شوفو راني نسقم في اللبودان اللولاني ومبعك زيت نخدم للنصف الآخر شوفو نفس الطريقة هاهو ليك تحبو لو ما غبغي هادا كيجي في الدقيق في الرقيق دوروا بزاف تحبوه في الخشين كيما أنا خلوه بهذه الطريقة لا راكو تشوفو فيها ما كاش ما اسهل انا هنها راكو تحلي في سنيوة حصول البودة بزاف بازافت بشي نقص و comparative كمية أعطى 3 حرائبش Number one three اشوفو هانا كيف شترتها هانا سخن الفور دي المائة وثمانين درجة اخليت الكوكي عليه يمتيجب اهلا حمامم تقوم بمليح لتقوم بشكل قرمشيات هنا لدي الشوكولات السوداء هذه الشوكولاتي لديها مميزة لأن الشوكولاتي لتدبلي بالخف و لا تدري الوقت نقطع فيها كفرقيق ترى هذا الشوكولاتي فيها لغو تشوكولات نوع تبعنا نظر على أن أكلو في الشوكولاتي قطعتها في الرقيق وضعتها في حمام مريم كما ترى شوكولاتي قطعتها في الرقيق تدب معي بالخف نضيف الزج مغارف الزيت نضيف الزج مغارف الزيت الزج مغارف الزي مغارف الزي مغارف الزواق قلية لديك مغارف الزج مغارف الز ensure طبع 어�له تضيف مغارف الزج مغارف يخض immediين ما يتءرا extens MARY متصف نعود منع جس شعليهم نلقاهم موجدين شوفوا هنا هذه الكميات على الشوكولات حطيتها كاملة تيك فوق الكوكي تاي ونبعا كدرت فوقها الكوكو هي نشفت ونقطعتها بالشكل اللي راح نشوفه معايا هذا هو الكوكو يجي الدوق تاع الشوكولات مع الدوق تاع الكوكو من ارواح ما يكون شوفوا هذا الشكل كيفاش خرج يعني كوكي مغبغي رخامي يعني الشكل الشباب والبناء صدقوني من ارواح ما يكون انا برك نطيب ومليح نقدرون نقدموه مع قهوة وحليب ولا مع انجو المهم نلقاهوه في الدار كي الحسنة هذه يا حبيبات قلبي بالنسبة الوصفة تاليومني ان شاء الله نلت الاجاب ديلكم ودر كما قاد لغنقلكم دمتم حبيباتي في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته